اشتركوا في القناة يطلق رسميا برنامج صحة الدورة السادسة التي وضعت تحت شعار صحة الإنجاب ورعاية الأمم والطفونة السفير جاب لدى دولة الإمارات العربية المتحدة يقدم أوراق اعتماده إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء حاكم دبي السيدات والسيدات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نحييكم من العاصمة الجميلة ونقدم لحضراتكم النشر الإخبارية لهذه الأمسية اختتم القادة الأفارق المشاركونة في عمال قمة الاتحاد الافريقي الدورة الحادي وثلاثين عمالهم بالعاصمة الموريتانية نوكشوطة بحضور فخامة رئيس الجمهورية ديليس ديبيتنو حيث ناقش القادة ورؤساء الدول أعضاء العديد من الملفات التي تتعلق بتقدم واستقرار وتنمية القارة الأفريقية تقرير بشير عمر بشير أنهى رؤساء هكومات الاتحاد الافريقي بعد يومين من النقاشات والجلسات المقلقة التي تناولت مختلف الملفات والخضايا المدرجة على جدوى الأمال القمة بما فيها اعتماد ميزانية الاتحاد والموافقة على الإصلاحات المؤسسية ومكافعة الفساد والتبادل التجاري وعدة مواضيع أخرى تتمثل فيها الحالة الأزمات والنزاءات بالمنطقة ومكافعة الإرهاب هذا وفي بداية الجلسة الختامية الرئيس الدوري للاتحاد الافريقي الرئيس الرواندي بول كاقامي أشهد بالجهود التي بزلتها موريتانيا بإنجاز هذا الحدث الافريقي الحام وحناء موظفي مفوضية الاتحاد الافريقي بما قاموا من عمل لتسير المدولات مؤكدا بأن تناول الأمل الجات والمسمر الذي ميز القمة ساعد على إهراس تقدم كبير على مستوى حل حالة كافة القضايا المطروهة على جدوى الأمال وفي مقدمتها مكافعة الفساد الذي يعتبر الموضوع العام للقمة الحادي والثلاثين وأضاف بول كاقامي بأن قمة نواكشوت تميزت بتوقيع خمسة دول جديدة على اتفاقية منطقة التجارة القرية وهي تشاد بروندي جنوب إفريقيا ناميبيا وسراليون ليصبح الموقعون 46 دولة كما عارب رئيس جمهورية ناميبيا هايك كينكوب المتحدث باسم القادة المشاركين على خالص تقدير المشاركين في القمة لشعب وهكومة موريتانيا على كرم الضيافة مضيفا بأن القمة ناقشت خدايا إدى أهمها مستقبل الاتحاد الافريقي الذي يشحد تغدما كبير على مصطوع الإصلاح وأخذ شارك رئيس الجمهورية إدريس دبيتنو بمختلف أعمال القمة وتناول مع زعمال قرة جميع الملفات ذات الأولوية المتمثلة في التنمية والأمن والاستقرار ومكافحة الفساد تقديرا لدور جهد في القرة الافريقية والمحافلة الدولية أدى ظهر اليوم المفتش العام للدولة الجديد دكتور أحمد محمد زقلو القسم أمام عضاء المحكمة العليا ورئيس الجمهورية إدريس دبيتنو حيث عين المفتش العام الجديد أحمد محمد زقلو بمرسوم رئاسي الرقم 1406 تصدر بتاريخ 30 من يونيو 2018 تقرير الحبيب حامل محمد بدأت مناسبة أداء القسم بكلمة قدمها رئيس المحكمة العليا السيد سمير أدم النور والذي تل المساق الدستوري للقسم وما يترتب عليه ومن ثم طلب من كاتب المحكمة العام بأن يقرأ مرسوم تعيين سيد أحمد محمد زقلو والذي يعين مفتشا عاما للدولة بمرسوم رئاسي حمل الرقم 1406 في 30 من شهر يونيو الماضي وبعد قراءة المرسوم الرئاسي من قبل كاتب المحكمة العام قدم المدائي العام للجمهورية سيد محمد عبد الرحمن كلمة قال فيها بأن المفتش العام للدولة هو المسؤول الأول والساهر على الحكم الرشيد ومكافة اختلاس المال العام ومصلحة الشعب الشادي وهو المسؤول أمام الشعب الشادي من أجل محاربة المرتشين ومختلسي أموال الدول وقال أيضا أن هذه المهمة نبيلة ويجب عليه إدباع القانون أمام الله وأمام القسم وأمام فخام الرئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس الحكومة وقال أن نجاح مهمة المفتشية العام للدولة تقاو على عاتقه وأضاف أيضا أن المفتش العام للدولة يجب عليه التحلي بالمزداقية وأن يحافظ على أسرار الدولة وأن يكون رجل قانون ورجل مثالي ويضيف المدائي العام للجمهورية بأنه جرت العادة بأن تقرأ السيرة الزاتية للمفتش العام للدولة سيد أحمد محمد زجلو ولكن نسبة لديق الوقت لم نستطع بأن نقرأ سيرته الزاتية ولكنه الرجل المناسب الذي يتحلى بكل الصفات القيادية لهذا المنصب وبعد قراءة القوانين المتعلقة بأداء القسم من قبل المدائي العام للجمهورية طلب رئيس المحكمة العليا من سيد أحمد محمد زجلو المفتش العام للدولة بأن يقوم بالمثول أمام هيئة المحلفين وأمام أعضاء المحكمة العليا بأن يؤدي القسم وهو قسم فريد من نوعه لم يكن دستوريا ولكنه قسم أمام الله وأمام الشعب الشادي وأمام فخم الرئيس الجمهورية دريس ديبيد نو وأمام العالم أجمع أنا أحمد محمد زجلو أقسم بالله العظيم الذي لا إله إلا هو أن أكون مخلصا في عملي وأن لا أخون الوطن ولا الشعب وأن لا أختلص المال العام وأن لا أبوح بسر من أسرار الدولة وأنا التزم بالميساق الأخلاقي ومن الجدير بالذكر أن المفاتشية العامة للدولة هي جهاز تطهير ومحاربة مختلصي أموال الدولة والمام العام والتابعة لرئاسة الجمهورية هذا وحضر المناسبة كل من وزير الدولة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية سيد كالزيبي بايمي دبيه ونائبه الوزير الأمين العام النائب لرئاسة الجمهورية الدكتور محمد النظيف يوسف وسيدة بناتا تشالسو مديرة المكتب المدني رئيس الجمهورية وسيد إبراهيم محمد جمال الدين مدير المكتب المدني النائب لرئيس الجمهورية وعدد من مستشاري رئيس الجمهورية أطلق صباح اليوم وزير الصحة العام عزيز محمد صالح رسميا بقصر الخامس عشر من يناير الانطلاق الرسمي لبرنامج الصحة دورة السادسة كان ذلك بحضور رئيس الجمعية الوطنية وعمدة بلدية انجمينة وشركاء البلاد في التنمية تقرير بحر الدين عبد الشافي دونت تنفيذا للبرامج الصحية التي توليها الحكومة عناية فائقة والرعاية العامة انطلقت فعاليات الدورة السادسة التي خصصت لتطوير الإنجاب ورعاية الطفولة والزواج المبكر وتنظيم الولادة وحول أهمية البرنامج الصحي تحدث كل من ممثلوء المنظمات الإنسانية وعضو البرلمان ممثلا للرئيس الجمعية الوطنية أشاروا إلى ضرورة أهمية الصحة الإنجابية والمحافظة على تربية الأطفال بطريقة جيدة تفاديا من مخاطر الأمراض الوبائية التي يتعرض لها الأطفال من سوء التغذية ثم تحدث بعد ذلك وزير الصحة العام عزيز محمد صالح ممثلا لسيدة البلاد الأولى هند ديبي إتنو في هذا الحفل أشار إلى أهم أهداف البرنامج الصحي وأكد بأن الوزارة تبذل قصارى جهدها لتنفيذ البرامج والمشاريع الصحية التي وضعتها لحكومة نينا في بلدنا يريد أمر تاوية لكل التشاديد لحالة هذا المشكلة وبالخص فيها رسالة خاصة ما يخص البنات طبعا الحكومة تطلب من كل واحد خلق البنات يمشوف في المدارس وللتذكير فإن توصيات فخامة رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو الذي أعطى أولوية لعمال الصحة بتوظيف ثلاثة عالاف من عمال الصحة يساعد في تنفيذ هذا البرنامج العلمي وطالب الوزير شركاء التنمية والشيوخ التقليديين مساندة الحكومة في مساعيها الوطنية لتحسين أفضل خدمات صحية للمواطنين بحضور أمين الدولة في التربية الوطنية وسفير الفرنسي لدى البلاد تم صباح اليوم بمركز الدراسات والبحوث من أجل التنمية توزيع شهادات للخريجين من مركز تعليم اللغة الفرنسية تابع للمركز الثقافي الفرنسي المعروف اختصارا باسم كالفة تقرير آدم حنفي فاضل 187 طالبا وطالبة أكملوا دراستهم في المركز الفرنسي للتعليم اللغة الفرنسية كالف الأمر الذي دعا إلى تنظيم هذه المناسبة الاحتفالية من قبل المركز الفرنسي للتعليم اللغة الفرنسية وذلك تشجيعا للراقبين في تعلم اللغة الفرنسية مناسبة شهدت عدة مداخلات من قبل الذين كونهم هذا المركز مقدمين شكرهم للقائمين بهذا الأمر الذي يهدف إلى تعليم اللغة الفرنسية كآدات للتواصل الاجتماعي والإداري من جانبه السفير الفرنسي لدى البلاد فليب لاكوستا شكر في حديثه كل من اللجنة التنظيمية لهذا الحفل وكذا إدارة المركز مؤكدا بأن اللغة الفرنسية هي لغة الدواوين في معظم الدول الإفريقية وخاصة تشات طالبا من كل طلاب العلم أن يتعلموا اللغة الفرنسية بل جميع اللغات مدير المركز الفرنسي لتعليم اللغة الفرنسية كالف كامسل أديبانغ قال إن المركز قدم الكثير للدارسين باللغة العربية والفرنسية معا أميل الدولة بالتربية الوطنية وترقية المواطنة نورجي نازير بدوره راعي هذا الحفل حيث شكر كل من الذين قاموا بهذا الجهد مؤكدا بأن الوزارة تتقف بجانب هذا المركز هذا وفي نهاية المناسبة وزعت شهادات للخرجيين في العام 2017 ويشار إلى أن مركز تعليم اللغة الفرنسية كالف أسس منذ عام 1985 بالعاصمة جمينها ويتواجد الآن في كل من مدينة مندو والصار وأبشة ترأس يوم أمس أمين الدولة في الاقتصادي والتخطيط التنموي حسين طاهر السقومي الاحتفال باليوم العالمي لسكان دورة 2018 ببول حضرة أقليم البحيرة كان ذلك بحضور مسئلة صندوق المتحدة لسكان وحاكم الأقليم وعدد من المدعوين تقرير محمد حسن آدم انطلقت رسميا بمدينة بول حاضرة إقليم البحيرة فعاليات الاحتفال باليوم العالمي للسكان دورة العام 2018 وذلك تحت شعار التخطيط العسري حق إنساني وبدأت المداخلات بكلمة حاكم إقليم البحيرة محمد أبالي صلاح الذي شكر الحكومة وشركائها الفنيين والمانهين على اختيار مدينة بول لاحتضان فعاليات اليوم العالمي للسكان مشيرا بأن الخطة الإقليمية للأمن والتنمية تدخل في إطار تحسين الحياة المعيشية للأسر وأن هذه الخطة تحتاج إلى دعم ومساندة الحكومة وشركائها لرفع التهديات الأمنية لأسيما جمعت بوكوهرام وعملياتها التخريبية التي أثرت ثلبا على تنمية المنطقة ممثلة صندوق الأمم المتهدة للسكان في كلمتها بهذه المناسبة أشادت بجهود الحكومة الشادية وما قدمته في مجال التخطيط الأسرية مضيفة بأن الاستثمار في التخطيط الأسري هي الوسيلة المؤكدة للاستفادة من الآئدة الديمغرافية كما دعت الشيوق التقليديين ورجال الدين إلى المشاركة الفعالة في الحملات التوعوية من عجل مهاربة زواج القاصرات والحمل المبكر من جهته أمين الدولة في الاقتصاد والتخطيط التنموي هسين طاهر سوغومي قال إن هذه المبادرات تأتو طابق مع سياسة السلطات العليا في البلاد لا سيما أهداف الخطة الوطنية للتنمية ورؤية 2030 شاد كما نريد ولأهمية هذا الجانب فإن الحكومة قد سنت قوانين خاصة بهماية الأسر والتخطيط العائلية ومشاركة النساء في مراكز اتقاذ القرار وأن مسألة المساواة بين الجنسين تعتبر من أولويات رئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو هذا وأن فعاليات هذه التظاهر الثقافية والإنسانية ستستمر لمدة أسبوع وتتخلى لها العديد من الأنشطة إلى جانب حملات توعوية وإخبارية لإصاله النساء والشباب قدم في الأيام الماضية سفير شاد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة سعادة زكريا إدريس ديبي إتنو أوراق اعتماده إلى نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة ورئيس الوزراء حاكم دبي محمد بن راشد آل مقتوم حضر المناسبة وزير الخارجية الإماراتي وعدت من المسؤولي تقرير محمد عصمان بشير كان تاريخ يوم الأحد من غرة يوليو الجاري يوما استثنائيا في تاريخ العلاقات الدبلوماسية الشادية الإماراتية حيث أنه وبعد شهور مضى من تعيينه سفيرا فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية شاد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة زكريا إدريس ديبي إتنو وصل إلى دبي الإمارات العربية المتحدة حيث يتواجد فيه الأمير ونائب رئيس الدولة حاكم دبي ورئيس الوزراء سعادة الأمير الشيخ محمد بن راشد المكتوم بهدف تقديم عوراق اعتماده كسفير فوق العادة ومطلق الصلاحية لجمهورية شاد بدولة الإمارات العربية المتحدة حيث كانوا من بين الحاضرين بجانب الأمير محمد بن راشد المكتوم كل من وزير الخارجي الإماراتي محمد بن زايت النهيان ووزيري المالية والداخلية الإماراتيين وعدد من السادة المسؤولين بدبي وعقب مراسم استقباله كمجرة العادة والعراف الدبلوماسية قدم السفير الشادي زكريا إدريس دبي إتنو كلمة أكد فيها استعداده الكامل في تقديم ما يمكن من أجل تعزيز العلاقات الثنائية الشادية الإماراتية في مختلف المجالات الاقتصادية الاجتماعية والتجارية وأكد زكريا إدريس دبي إتنو لسعادة الأمير محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس الوزراء حاكم دبي حيث أكد له بأن توجيهات فخامة رئيس الجمهورية له كانت صارمة وواضحة في ضرورة تقوية العلاقات الأزلية التاريخية بين أبو ظبي وأنجمين في المجالات المختلفة التي تجسد معنا لتلك العلاقات التاريخية بين البلدين شهد المتحف الوطني صباح اليوم افتتاح عمال الدورة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العمل لصالح شباب الدوائر الثالثة والتاسعة والعاشرة رأس المناسبة الافتتاحية مدير الهيئة الوطنية لتطوير العمل المهندسة فيصل حسين حسن تقرير ابتسام موسى عبدالله وقراءة روضة صالح الرحمة تخفيف البطالة وخلق فرص عمل للشباب هذا هو مضمون الورشة التدريبية التي نظمتها الهيئة الوطنية لترقية العمل وذلك بهدف ترقية كفاءات الشباب في مجال إبداع فنون البحث عن العمل ونظمت هذه الورشة لصالح شباب كل من الدائرة العاشرة التاسعة والثالثة حيث افتتحت الورشة بكلمة عمدة بلدية الدائرة العاشرة محمد توم نويري الذي قال بأن التدريب ساهم بشكل كبير في حال حالة الظروف الاجتماعية التي يعيشونها وكما أن الرئيس الجمهورية إدريس ديبي إتنو قد أولى جل اهتماماته للشباب والوقف بجانبهم من أجل تحقيق الأهداف المنشودة للمجتمع أما المدير العام للهيئة الوطنية لترقية العمل فيصل حسين حسن أوضح عن أهمية هذا التدريب هذه الدورة أو هذه الورشة سوف تعمل على تدريب هؤلاء الشباب من أجل أن يكون لهم في المستقبل عملا يستطيعون من خلاله توفير أغوطة يومية إن سياسة الدولة وسياسة فقامة سيد رئيس الجمهورية في الجمهورية الرابعة نحو العمل هي سياسة واضحة ولها أولويات ثابتة من أجل خلق وظائف للشباب لذا يجب على الشباب التوجه نحو القطاع الخاص التوجه نحو المشاركة في الحياة الاقتصادية الوطنية نحن في الهيئة الوطنية لترقية وتطوير العالم من واجبنا أن نقف حول هذه الشباب أو نقف مع هؤلاء الشباب من أجل تحقيق طموحاتهم وتجزر الإشارة إلى أن مثل هذا التدريب يرفع من كفاءات الشباب لأن الشباب هم الركيز الأساسي للمجتمع وأن التدريب سيستمر لمدة أسبوع يستفيد من خلاله 200 شاب وشاب اختتم الأمين العام لإقليم حجر لميس أعمال الورشة التدريبية التي نظمها مشروع سويد حول تقنيات الاتصال من أجل تغيير العداد والسلوكيات الضرة في المجتمع وقد نظمت هذه الورشة لصالح مسلي جمعيات المجتمع المدني في كل من أقاليم السلامات وكانم والبحيرة وحجر لميس تقرير محمد هسن أدم اختتمت فعاليات الورشة التدريبية التي نظمها مشروع سويد للتنمية بشاد حول فن تقنيات الاتصال من أجل تغيير العداد والسلوكيات الضرة في المجتمع وذلك في الفترة من 20 من يونيو وحتى العول من شهر يوليو الجاري بمدينة مساكوري حاضرة إقليم حجر لميس وقد ترأس فعاليات اختتام أعمال الورشة الأمين العام لإقليم حجر لميس ببوكور وفي كلمته بهذه المناسبة المسؤول الإعلامي لمشروع السويد فذل أحمد أوض أكد بأن هذه الورشة سمحت للمشاركين الممثلين للجمعيات والمنظمات المحلية في كل من إقليم السلامات وكانم والبحيرة وحجر لميس بدراسة الخطط والبرامج التي تسمح بتوئية وتوجيه السكان لتجنب العداد والإخلاقيات الضرة بالمجتمع كما خرج المشاركون بتوصيات دعوا فيها الحكومة لدعم برامج مشروع السويد وللسلطات المحلية الوقوف مع المشروع وتسحيل الأقبات والصعوبات تأله من عجل تنفيذ برامجه ومشارئه التنموية أما الأمين العام لإقليم حجر لميس ببقور خلال اختطامه لأعمال هذه الورشة فقد شكر مشروع السويد من عجل تمكين المرأة والعيد الديمغرافي ألا تنظيمه لهذه الورشة لصالح أكثر من 40 متدربا في مجال فن تقنيات الاتصال من عجل تغيير الآدات والسلوكيات الضرة في المجتمع وتمنى من المشاركين تطبيق ما تلقوه على عرض الواقع وفي نفس السياق فقد اختتم الأمين العام لإقليم حجر لميس سبي بقور الورشة التدريبية الثانية لمشروع السويد والتي استمرت لمدة أربع أيام حيث كانت حول دعم وتقوية القدرات والكفاءات للنشطاء الاجتماعيين والشركاء لمشروع السويد في الأقاليم آنفة الزكر وبهذه المناسبة شكر مسؤول التوئية والمتابعة بمشروع السويد جيم تباي سوينغار المشاركين في الورشة والتزامهم فيها وذلك بتقديم الاقتراحات والمذاقلات التي أثرت فعاليات الورشة وخرج المشاركون بتوصيات داعيين فيها مشروع السويد والحكومة بتوفير الإمكانيات للنشطاء المحليين ومساعدتهم من عجل القيام بدورهم بشكل أفضل عقباً أطلق رسمياً وزير التربية الوطنية وبكر صديق شرومة البداية الرسمية لامتحانات الشهادة الاعدادية بكافة الأراضي الوطنية فقد تجول فريقه من التلفزيون الوطني صباح اليوم في عدد من مراكز الامتحانات والعاصمة أنجمنا زميلة عيش أحمد دوقي كان ضمن الفريق وعدد لنا التقرير التالي في يومه الثالث على التوالي ما زالت مسابقات الحصول على شهادة التعليم الأساسي تجرى في كافة المراكز على قدم مساق بينما الروح المعنوية لدى المترشهين متباينة حيث نرى بعضهم منسجمين ومتجاوبين ما الأسئلة المطروحة إليهم غير أن هناك بعض من الإشكاليات التي طرعت الطلاب أثناء الامتحان وذلك يرجى إلى ما مرت به السنة الدراسية لهذا العام على حد قولهم توحدت ردود مسؤولي ورؤساء المراكز التي تجرى بها الامتحانات حول السؤال عن الصعوبات وسير الامتحان منذ بدايته وحتى الآن كلهم مددوا لأخير هناك مشكلة أي مشكلة شيئة في كل ما فيه لأن الديلقاء والإنستكتورات كلهم كلا لديهم إمبليكاتنا وقبل سوء كلمة أدير الهمة والإصرار في إنجاح سير الامتحانات أصبحت واضحة فصالات التصحيح والسكرتارية بمختلف المراكز تعمل بصورة اعتيادية فهزم موفقا لجميع المترشهين في الأراضي الوطنية بهذا في معرفة سير العمل في الإدارات المختلفة في أقليم لغون الشرقي قام حاكم أقليم لغون الشرقي أحمد محمد طاها بجولة شملت العديد من الإدارات التابعة للأقليم كان ذلك برفقة عدد من مساعده في إدارة الأقليم تقرير أبدالله هروم بمه بعد تسلمه رسبيا زمام أقليم لغون الشرقي الحاكم الجديد للأقليم أحمد محمد طاها سجل هذه الزيارة التفقدية التي شملت كافة الأقسام الإدارية بالإقليم زيارة تحدث إلى الوقوف على كيفية سير العمل في الأقسام الإدارية والإسكرية وخلال ذلك عاطى الحاكم أحمد تعليمات والتوجيهات الإدارية والإسكرية كما حث مسؤولي الأقسام بتحمل المسؤولية الكاملة من عجل رفع التحديات والإشكاليات التي تواجه الإقليم طالبا من الجميع العمل بجدوى بمحنية تامة رياضيا تأهلت ثمانية منتخبات في مونديال كأس العالم بروسيا إلى الربع النهائي بينما غادرت عدد من المنتخبات المونديال نهائيا تقرير زميل عباس بكر فيه المزيد من التفاصيل مفاجآت غير متوقعة لبعض المنتخبات المشاركة في كأس العالم روسيا للعام 2018 وهي خسارة المنتخبات اللامعة في آخر مبارياتهم المؤهلة لربع النهائي لكأس العالم كمنتخب ألمانيا وإسبانيا إلى جانب منتخب أرجنتين بينما فاز البرازيل ومكزيك والسويت وفرنسا وبلجيكا والروسيا وأنجلترا وأرغوي إلى ربع نهائي لمونديال دورة هذا العام ومن جانب آخر فقد ودع ممثلو القارة السمراء وقارة آسيا بعد مشاركتهم التي اتسمت بالتغلب عليهم وضمن مباريات القادمة المؤهلة لنصف النهائي لكأس العالم روسيا دورة هذا العام فإن منتخب برازيل في مواجهة منتخب بلجيكا يوم الجمعة وأيضا فرنسا ضد إرغوي وفي يوم السبت سيواجه منتخب السويت أنجلترا والروسيا في مواجهة كوراتيا لذا الجميع يحرصون على رفع راية وطنهم أمام الآخر وعلى حسب مشاركة المنتخبات على مستوى القارات فقد تأهل ستة من المنتخبات الأوروبية في مجموعة ثمانية منتخبات وفي حين تأهل اثنان من منتخبات قارة الأمريكية في مجموعة ثمانية منتخبات إذن بهذا التقرير لمونديل كأس العالم بروسيا نصل إياكم إلى نهاية هذه النشرة الإخبارية العربية التي قدمناها لكم من العاصمة الجمينة نشكرك من طبيب الانتباه والمتابعة تنقاكم دمتم في أمان الله السلام عليكم اشتركوا في القناة